تعالوا أول شيء يا شباب انأمن على حالنا الآيات التي قرأت في صلاة الفجر من أي سورة يا عيني علي تمام تاني صفحة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات مؤمنين يعملون الصالحات آمنوا بالله وعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا التانيات وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما معنى ما في غير صنفين صنف آمنوا وعملوا الصالحات هذول إن شاء الله أعد الله لهم أجرا كبيرا والصنف الثاني لا يؤمنون بالآخرة في حدا من بيناتنا لا يؤمنوا بالآخرة كلها نؤمن إن شاء الله أنه هناك بعد الموت بعثون ونشور وإن شاء الله بدنا نمر على كل عوالم الآخرة وبالآخير في جنة وفي نار مدام نحن نحن مؤمنون لأنه يوجد في هنالك آخرة معناة إن شاء الله أصبحنا شو من أهل الصين في الأول هيك بتأمنوا على حالك وإن شاء الله الجنة بإذن الله تعالى إن شاء الله مضمونة إن شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله ولازم واحد يعتقد أنه فيه هنالك دغري بعد الموت إما جنة وإما نار بعد الموت مباشرة بعد خروج روحك مباشرة تنكشف العوالم تفت على البرزخ إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النام ونحن طول حياتنا عم نقول بكل صلاة في نهايتها قبل السلام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال إن شاء الله الله أكرم من أن يرد علينا هذه الدعوات فبنباشرة قبرك ما عد في عذاب يصبح هذا القبر روضة من رياض الجنة مو القبر يعني المكان اللي حطينا في الميت لا القبر هي المرحلة التي تكون بعد خروج الروح إلى قيام الساعة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وهذا المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد يكون في الجنة إن العبد يكون في الجنة هذا الكلام الآن يكون في الجنة قبل البعث قبل البعث فيقول إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك أنت سبقت على الآخرة وقبرك صار روضة من رياض الجنة أنت الآن في روضة من رياض الجنة لكن في هنالك مدى دعا بيجيك يلي هو ولد صالح يدعو له إن ولدك في الدنيا قد استغفر لك لذلك يا شباب اللي أبوه أمه في الدار الآخرة وما بيستغفر لهم والله بيكون يعني أصل كثير ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات كمان هذا الجنة ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات سبعين مرة سبعين مرة نعم سبعين مرة يعني لمدة ثلاث دقائق بس ام تبقى تساويهم في وقت السحر احسن وامت ما ساويتهم منيح بس لكن وقت السحر بيكون قبل الفجر يعني بشوي بيكون مقبول أكثر وبالأسحار هم يستغفرون لهم ولأبائهم وأمهاتهم ولكل الأمة يكتب الله لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة يعني بيجيك مليارات من الحسنات مليارات من الحسنات بهالدعاء بس فقط خصوصا إذا جعلتوا بين صلاتين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يكونوا آكدوا في القبول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله ربي اغفر لي ولوالديها وللمؤمنين والمؤمنات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله ليش تجعلوا بين صلاتين أي دعاء بدك تدعيه وبدك تتأكد من قبوله يجعله بين صلاتين على رسول الله كما قال سيدنا علي قال لأن الله لا يرد لا يرد أبدا صلاة من صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عب تطلب من الله أن يصلي ويثني ويكرم ويعظم ويشرف نبيه وهو اللي هو أحب الخلق إليه سبحانه بيرد عليك ما مستحيل أن يرد هذه الصلاة عليك لذلك قال إن الله لا يرد صلاة من صلى على نبيه قال فإذا تقبل منك أول الدعاء وآخره يليهن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أكرم الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد عليك ما بينهما يتقبل بقى الدعاء لبيناتهم اللهم صلي على سيدنا محمد وآله ربي اغفر لي ولوالدي ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة اللهم صلي وسلم وبارك علي على سيدنا محمد وآله اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني والله يا أخوانا تشعرون يعني بشيء من السرور والسعادة والقبول لا يعدينه شيء إذن شو الفكرة الأولانية بالدرس مو هذا الدرس لنسا ما بلشنا يا شباب الفكرة الأولانية هي هي إن نؤمننا على حاجة إن شاء الله ما في بالآخر غير كافر له النار ومؤمن له الجنة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هلا هذا أنتم شان شو جاي مو جاي مشان تعملوا الصالحات اللي ترك نومه وبهالمطر هذا وبرد وظلام وجاي على الجامع متقربا إلى الله ناء يعني طالبا من الله رضاه وأععد صلى الفجر والسنة واستغفر بين الأذان والإقامة ودعا الله ثم صلى مع الجمعات هذا كل إن شاء الله آمنوا وعملوا الصالحات بإذن الله كانت لهم جناته الفردوس نزولا أولو أمين الله يكرمنا إن شاء الله برفيع الدرجات في الجنة ما بدنا بس الفوت على الجنة بدنا الفؤانيات إن في الجنة مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض بين السماء والأرض يا جماعة مسيرة خمسمائة عام خمسمائة عام الملق يقطعها بوقت قليل لكن المكان بعيد جدا إن في الجنة مئة درجة أو مئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض وإن أهل الدرجة الدنيا لينظرون إلى الدرجة العليا كما ينظر أهل الأرض إلى الكوكب الدري في كبد السماء شلوم نطلع من يشوف نجم الزهرة الزهرة وهو بعيد جدا وكبير لكن شو ما تشوفه هلأت قال أهل الجنة الدرجة الدنيا ينظرون إلى الذين من فوقهم كما ينظر أهل الأرض إلى الكوكب الدري في كبد السماء إن في الجنة مئة درجة أعلاها شو هي لذلك شؤال لك النبي عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله عبد أطلب من الله الجنة فسلوه الفردوس فوق الفردوس فإنه وسط الجنة يعني أحسنها وأعلاها أعلى شيء وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر وأنهار الجنة النبع الأساسية وين؟ الكوثار نهر العسل نهر اللبان كل فوق ومنه تفجر وأنهار الجنة لذلك اسعى بأن تكون دائما في أعلى درجات الجنة النبي قال لك اسأل الله الفردوس وأنت تطلب الفردوس معناته كمان يريدون جهد يعني راوضتك نفسك تحمل حالك وتمشي من الدرس لا بدي تمني قاعد عبر جزبكم لسا ما بلشنا بالدرس يا شباب عرفتوا علي شبكوا لهم اتباح الأعيون كون فيني كاتبين هون عشرين دقيقة وخمسة عشر واثنعشر قدش بيطلعون خمسة وثلاثين خمسة واربعين سبعة واربعين عددهم كلهم بس لا كاتبين درس الفجر عشرين دقيقة درس العصر خمسة عشر دقيقة درس الترويع اتناعشر دقيقة على الحال خلص الدرس يا شباب طيب لحي أعطيكم بس شغلة بسيطة وإن شاء الله أملي بالله أملي بالله أن تكون هذه ركيزة أساسية في حياتكم كلها عنوان درسنا هو مفاتيح الخير في رمضان شو أهم الأعمال اللي لازم تساوية أنا بصراحة جايب الكون عشرين عمل نعم عشرين عمل سأبدأ بالعمل الأول العمل المهم جدا واللي هو مو بس برمضان برمضان بغير رمضان العمل هو عمل قلبي هو أن تحتسب كل عمل تقوم به في رمضان وفي غير رمضان الاحتساب يا شباب شو يعني الاحتساب هو طلب الثواب من الله الاحتساب هو النية لأنه بصراحة لا أجر كامل إلا بنية ولا ثواب إلا باحتساب هذه قاعدة أجمع عليها كل الناس وهو قول سيدنا عمر أو قريب منه لا أجر لا تأخذ أجر كامل إلا من خلال النية الصالحة والطيبة والنية الإيمانية القلبية ولا ثواب إلا باحتساب إلا باحتساب ليش 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 هذه النية عليها المعول قال لحتى تبيز هذا العمل بين أن يكون عادة وبين أن يكون عبادة تعودنا نحن كل يوم جمعة الساعة 12 ونص نتغسى أو نتوضى ونلبس السيابة الحسنة ونأتي إلى صلاة الجمعة عادة كيف تعودنا مشان نتنال الأجر والثواب يا رب أنا أغتسل لأنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أمرني بالاغتسال والوضوء وأبكر إلى صلاة الجمعة حتى نال الأجور العالية يعني كل حركة كل حركة بدك تقوم فيها بدك تكون فيها نية الآن جاي على صلاة الصبح بدك تكون فيه هناك نية في قلبك يا رب أنا جاي طالبا ثوابك ورضاك أريد أن أتقرب منك من خلال هذا العمل الصالح عمل ساوي عمل لأنه عمل عبسير ويسير شو اللي بيميزه عن العادي وشو اللي بيعطيك فيه الأجر الكبير هو النية طب النية نحن أقول ليه أعطى عمالنا ناوينا لله ما بيمشي الحال النية بدك تكون مع كل عمل لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية يعني كل عمل ما الذي يجعله مقبولا هو نيته من خلال النية إما أن يقبل وإما أن يرد واحد فأيت على الجامع نيته يشوفون ناس والله نعم هذا فلان بيشتغل أنه بيشوفني هلأ بالجامع ما شاء الله بيقول أنه والله هذا الزلم ما شاء الله راح العمال وراح الثواب وراح كل شيء وجهده كله تعب عرفتوا عليه النية لا أجر إلا بنية ولا ثواب إلا باحتساب بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أكد في ثلاثة أحاديث على هذا الأمر إيمانا واحتسابا وكل في البخاري ومسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا ما يعني إيمانا إيمانا بالله وبموعوده واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله يا رب أنا الآن سأمتنع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مشانك يا رب مشان أنت تعطيني الأجر الكبير الذي وعدت فيه الصائمين الإيمان بموعود الله وطلب الثواب من عنده من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له معنات إذا ما في إيمانا واحتسابا ما في مغفرة من قام رمضان جئنا على صلاة ترويح كثير من الناس أخي الله يلا والله ما شاء الله عبنت لها الجامع الله أكبر الله أكبر طب أنت لما أقول الله أكبر عبتصلي ركعتين هدول عشر نواية عشرين ركعة عزيزة صليت عشر نواية عبتبلش بالنية وتقول الله أكبر والنية تكون مع بداية كل ركعتين الله أكبر وأنت عبتقول الله أكبر يعني يا ربي نويت هالركعتين هدول قيام رمضان تقربا إليك طالبا السوابة منك لا نحن نحن نغري من أول ركعتين نقول نويت وأن وصل صلاة الترويح لله تعالى الله أكبر بعدهم يصيروا الحركة لا كل ركعتين مفصولين عن بعض كل ما سلمت وقمت بدك تجدد النية يعني الهدف من الاحتساب أنه تبقى قلبك دائم الاتصال مع الله كل حركة لازم كلها نية هلأ نحن قعدنا كل ياتنا هلأ بلا سلسناء إذا تجي للنفس إن شاء الله نروح على البيت نتمدد شوي نمنا ساعة زمان قبل شغلنا وقبل ما روح على المدرسة والله أحسن كلها تطلب بس شو اللي قعدنا جاي خجلانين مني يعني ما لكم تكونوا تقوموا أو والله هيك عادة لا إيمانا واحتسابا أنت محتسب الساعة أو النصة أو ربع ساعة التي تقعد فيها تطلب فيها الأجر إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لأنه يا أخواننا لما بنقول إنما الأعمال بالنيات معنات هذا الحديث هو أول حديث ابتدأت فيه كل الكتب الحديثية البخاري جابوا أول حديث المسلم جابوا أول حديث الإمام الترمذي كلهم جابوا أول شيء هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات ليش؟ قال له حتى يذكروك أنت تقرأ الكتاب أنه أي عمل بدأك تقوم فيه بدأك تنوي لله حتى يسجل ثوابا إنما الأعمال بالنيات وإنما أداة حصر لكل مرئين ما نوى الله عز وجل يعطيك على نيتك لذلك لا ينظروا إلى صوركم ولكن ينظروا إلى قلوبكم الإحتساب ليس برمضان وبالصيام اسماحا للحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة جنازة مسلم إيمانا واحتسابا يعني أحيانا بيموت الواحد مثلا صديق من أصدقاء أو قريب أو جار يحضر الجنازة وين يصلوا عليه جامع والله أبو النور نريد أن نذهب لجامع الشيخ محدد يترك شغله يترك عمله يريد أن يذهب ماذا يتاب إذا إيمانا واحتسابا الله سيعطيك هذا الأجر المترتب على ذلك أما والله أخي والله ما حلو الجيران ما يحكم أنه والله فلا ما أجاء على جنازة واجب يا أخي واجب ننقديه طماشي أنت معناها رايح مشان فلان فلان علتان ما يحكم عليه ما يقول والله ما أليل أصل لا رايح لأجل الله إيمانا واحتسابا من اتبع جنازة مسلمين إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد أحد جبل أحد عرفتوا جبل أحد طوله أربع كيلو متر عرضه اثنين كيلو متر ارتفاعه ستمائة متر أديش بيكون وزنه هذا كل قيراط مثل أحد إذا رحت لكن شو حفظوا يا أخوانا إيمانا واحتسابا رحت مرضي تعمتك بدك تروح تزورها والله ما حلو كل العيلة رحت لعندها ذاروها إلا أنا لا لازم تروح أي روح سيدي مو نائبك من الزيارة إلا التعب والنصب وين صلت الرحم صلت الرحم مرهونة بشو إيمانا واحتسابا جيتك على الجامع إيمانا واحتسابا طلبك للعلم الشرعي إيمانا واحتسابا زيارتك لأخ مسلم إيمانا واحتسابا ما في ما في أجر طب يعني بنوب بنوب ما بيطلع لك شي يمكن يطلع لك الوقت اللي أنت بذلته بعمل خير لكن إذا بدك تأخذ الثواب الأعظم لابد أن يكون هناك نية واحتساب شو الاحتساب طلب الثواب من الوهاب هذا الاحتساب يعني أنا رايح مشانك يا رب بشأن تعطيني الأجر والثواب سمعني يا جماعة والله هذا الأمر خطير هذا مو بس برمضان إيمانا واحتسابا لا بكل الأعمال بكل الأعمال يعني مثلا الله عز وجل قال لا خير في كثير من نجواهم سمعني فيها سمعني فيها في سورة النساء أكيد مريت عليها بالجزء الخامس لا خير في كثير من نجواهم يعني أحاديثه إلا من أمر بصدقته أو معروف أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس الحكي كله ما له طعمه إلا بهيك شغلات ثلاثة هيك الله عبي يقول ومن يفعل ذلك يعني هذه الأشياء ثلاثة ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما إذن في قيد مو الله من أصلح بين اثنين فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا ابتغاء يعني شو ابتغاء طلب أنا شو نيتي ابتغاء مرضات الله أنا أصلحت بين اثنين والله يدون اثنين كان جبلين ما بيلتقوا تميت لك اشتغل فيهم بالليل وانهار لحتى شو اتصالحوا شو نتاب والله يعني مشان يقولوا أنه والله الحمد لله ما شاء الله يدون الخير هذا الزلم ما شاء الله أصلح بين اثنين ما بدك تشتغل لله طالباً الأجر من الله ومن يفعل ذلك الصدقة الإصلاح أي عمل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فإن الله فسوف يتي الله أجراً عظيما على أهله نفقة طيب أنا عم بيشتغل وانفق على البيت إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة معنى إذا أمنى وهو يحتسبها عاد في صدقة اشتغلت سبعة اثمان ساعات اللي الله غزأك يا جبته على البيت أنفقته اشتريت لهم أكلهم شربهم ملبسهم قال بدك تحتسب هذه النفقة احتسبها عند الله يا ربي أنا أمنفق عليهم لأنك أنت وكلتني فيهم وأنا مسؤول عنهم بدك تحسبني عنهم يا ربي هذا تقرباً إليك والله هذه صدقة أبل هي أحسن الصدقات خير الدراهم تنفقه هو ما يكون لأهله بس بشر تحتسبه يعني هلأ بيقول واحد كل شغلة بدنا نحتسب كل شغلة قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا وماتي لله أختم بهذا الحديث قال سيدنا أبي بن كعب كان رجل من الأنصار بيته أبعد بيت عن المسجد آخر المدينة وكانت لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صلواته وين مع النبي عليه الصلاة والسلام قال فقلنا له لو أنك اشتريت بيتاً أو أخذت بيتاً قريباً من المسجد هذه واحدة أو اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء شو يعني الرمضاء الحر الشديد ويحفظك من هوام الأرض يعني أنت عب تمشي لك كل يوم نص صاعة لحتى تيجي على الجامع ورد عب ترجع نص صاعة يعني يعني اشتري لك شيح مار يفعل شيك على الأرض يقيك من هوام الأرض العقارب الحياية أنت عب تيجي على الفجر عب تيجي على العشة ظلام قال أما والله ما أحب أن بيتي بجوار بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا رضيان وحابب أن يكون بيتي هنا وما يكون بيتي ولو بلزق بيت النبي عليه الصلاة والسلام قال فثقل الجواب هذا على سيدنا أبي ما أعمل لك أنا تقول لي والله أنا ما لي رضيان أن يكون بيتي بإدام بيت النبي عليه الصلاة والسلام قال فبلغ أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه فسأله لماذا قلت هذا؟ قال يا رسول الله إني لأرجو وأحتسب على الله أرجو وأحتسب على الله أن يكتب لي أجر ممشاي إلى المسجد وأجر جوعي إلى بيتي يعني أنا نصاعة وروحها ونصاعة جي أنا أرجو من الله أن يسجلها لي هالخطوات كل خطوة يرفع الله بها درجة يكتب بها حسنة يحط بها سيئة وبعدين يعني هذه عمل عظيم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات وكثرة الخطا إلى المساجد فأنا يا رسول الله يعني بيتي أنا بآخر المدينة وعب أتمنى واحتسب على الله أنه الله ما يضوع لي هذه الخطوات ماذا قال له صلى الله عليه وسلم قال له إن لك ما احتسبته طول ما أنت احتسبت هذا الشيء وترجو ثوابه وأجره من الله فأنت إن شاء الله على خير وعافية معناته أما إذا كان عادي 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 تروح وتجي ما بتعطى من الثواب المهم أن يكون لك النية يا شباب ما بحث النية ما بحث عظيم جدا 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 وخطير جدا جدا لحتى الواحد دائما يكون نيته حاضرة أي عمل بدك تقوم فيه اطلب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه رجل كان يمشي في الصحراء فعطش أو امرأة بغية فنزلت على البير وشربت فلما صعدت وجدت كلبا يلحث الثرى الطين يعني اللي حوالين البئر من العطش قالت إن الذي أصاب هذا الكلب مثل الذي أصابني عطشاء مسكين قدني حر شديد فنزلت إلى البئر فملأت موقها حذاءها عبت في مي وطلعت فسقت الكلب فشكر الله لها صنيعها فغفر لها وأدخلها الجنة بغية بعيدة كل البعد عن الله شكر الله لها صنيعها فغفر لها وأدخلها الجنة فواحد من الصحابي قال يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا هذه كلب يعني قال في كل كبد رطبة أجر بس هون أنت ليش نزلت إذا نزلت لله وسقيت هذا الكلب لله الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر العظيم إنما الأعمال بالنياء وإنما لكل امرئ ما نوى شو بتنوي الله يعطيك لذلك هذا الاحتساب مو بس برمضان في كل أعمال في كل أعمالك زيارتك لأبوك خدمتك لأمك صلتك لرحمك زيارتك للمريض أخي والله كلهم زاروه إلا أنا ما رح أحذرته لازم روح والله بيحكوا عليه بينشروا عرضي إذا ما رح أحذرت رفيقي هذا عز أصحابي بتروح ما بيعطيك الله الأجر ليش؟ لأنك اتمنويت لله يا رب أنا رايح زور هذا الإنسان اجبر بخاطره أطلب الثواب منك طيب أنا بعطيك الأجر من عندي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة ذلك ركزوا هذا الأمر مهم جدا 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 هذا واحد من عشرين بدنا نحكي كينا عن عشرين نصيحة هذا واحد يا حبيبنا فإن شاء الله الله عز وجل يكرمنا من هون لنهاية رمضان نخلص دول العشرين صفيننا أسبوعين اليوم قدش رمضان باني رمضان شو قلت للكون الجمعة الماضية قلت له بكرة فتعين غمض عين بيجي يوم التنين صاروا تماني هلأ بيجي التنين اللي بعده شو بيصيرون ست عشر يوم نصص الشهر بعد التنين اللي بعده وصلنا بالعشر الأخير لذلك شدوا الهمة املأوا هذا الشهر ما استطعتم بما يقربكم إلى الله بالنية الصالحة بالنية الحسنة بكل عمل تقوم فيه قرأت القرآن يا ربي من أجلك من أجل ترضى عليه تعودنا والله نقرأ ختمة خلال شهر ربضان ما بيمشي الحال يا رب أول ما بتفتح المصحف بسم الله يعني أنا أستعين بالله وأطلب منه الأجر والثواب إن شاء ما يضيع لك ولا عمل صالح إن شاء الله تعالى اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين من الفاتح ترجمة نانسي قنقر